النادي الأهلي واصل بقوة مشواره في دوري الأبطال الأفريقي بعد مباراة مهمة وفوز مهم على بلاتينيوم بطل زنبابوي في مباراة الأمس الفوز على بلاتينيوم بطل زنبابوي في هذه المباراة يكمل مشوار الأهلي بقوة وإن شاء الله حصد المزيد من النقاط في منافسات دوري المجموعات إذن الله تستمر الخطوات فنيا جيدة جدا والنتائج كمان والأداء المتميز المنعكس على النتائج الفريق على المستويين المحلي والأفريقي إن شاء الله يتأكد ده كمان من خلال مباراة المقصة مساء الأربعاء المقبل بعد الفوز المهم في الأسبوع الماضي على فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم والجمهور عنده طموح كبير جدا وسقف الطموحات بيزيد من مباراة لأخرى مع المزيد من مباريات بيحقق فيها النادي الأهلي الفوز في الدوري ويكمل العلامة أو يظل يحتفظ بالعلامة الكاملة في حصد كل نقاط المباريات الحمد لله اللي خضناها إلى اليوم منذ انطلاق مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم هذا الموسم خاض لعبه الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللي شاركه فيه مباراة الأمس تدريبات خفيفة اليوم الأحد حرصا طبعا على التوازن في الأحمال التدريبية وده دور مخطط الأحمال في الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فييلر واستأنى في الفريق تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقصة الأربعاء المقبل في الجولة رقم 11 من منافسات الدوري الممتازة فييلر بيحاضر اللاعبين وميران استشفائي للتخلص من الإجهاد عقد ريني فييلر المدير الفني محاضرة طبعا جمعت كل اللاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وكان حريص على وضع نقاط على الحروف في بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة الجاية تعديلات على بعض الأمور اللي بيراها مهما أنه يتوقف عندها في الأداء حتى يتطور الأداء كمان ويكون أفضل وأقوى في المباراة اللي جاية ونقدر نستثمر كل الفرص اللي بنقدر نوفرها في الملعب للتهديف واللي ممكن من خلالها أن يحرز الفريق عدد أكثر غزارة أو عدد أكبر من الأهداف ودي صور قدام حضراتكم أو لقطات من تدريبات اليوم وجانب من الحوارات الجانبية اللي بتصبق التدريب والحوارات اللي كمان بتكون في مرحلة ما بعد التدريبات بين مدير الكرة والمدير الفني والجهاز المعاون لفايلر كل التفاصيل الفنية للجهاز حريص على نقلها وأن تصل للعبين في الفترة الجاية حرصا على الوصول إلى أفضل معدلات للأداء عند كل نجومنا في الفريق الأول والحفاظ على أيضا مؤشرات الفوز والسيطرة على إقاع المباريات بيخدها الفريق على المستويين المحلي والأفريقي زي ما قلنا لحضراتكم كان في محاضرة مهمة جدا جمعت كل لعبي الفريق الأول والحديث عن الكثير من الأمور الفنية وأن احنا بنقدر نفصل بين البطولتين الدوري المصري ودوري الأبطال الأفريقي ومؤقتا يتم غلق باب البطولة الأفريقية للتركيز على مباريات الدوري إلى حين إشعار آخر وقبل المباراة القادمة في الدوري الأبطال الأفريقي اللي بيعود فيها الحديث عن هذا الملف والتأكيد على ضرورة الفوز وأن يكون هو الهدف الوحيد للفريق في كل المباريات القادمة على المستوى الأفريقي إن شاء الله فيلر بيقول الأهلي لا يعاني من أزمة غيابات قبل مواجهة المقص طبعا الفترة اللي فاتت أصيب عدد من نجمنا ولعبينا فقدنا مجموعة من النجوم المؤثرين بيتم تجهزهم هما في برامج علاجية واستشفائية بعضهم سيخضع لجراحة زي النجم طبعا من أصحاب الخبرات الكبيرة في خط الدفاع سعد سمير بعد فترة إصابة عاد وشارك في أكتر من المباراة ولكن لم يكن موفق أيضا لتكرار إصابته في الفترة الأخيرة ولكن إصابة مختلفة أطع في وطر أكيلس وده هنصل إليه خلال فقرة الأخبار وهيحتاج للخضوع لجراحة وبعدها بعد ما يحدد طبعا الجراحة أو الطبيب المعالج والجهاز الطبي للفريء الأول في النادي الأهلي برنامجه العلاجي والتأهيلي هيتم تحديد الجدول الزمني لعودتهم إن شاء الله تدريجيا وهو من الأوراق ومن اللاعبين أصحاب الخبرات ومن الأوراق المهمة جدا في الفريء الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بالرغم من فقد عدد أو جهود عدد من النجوم بشكل مؤقت بعضهم إصابات قد تحتاج لوقت طويل بعضهم بيعاني من إصابات طفيفة مش هتؤثر على غيابتهم لفترة كبيرة إن شاء الله ولكن في النهاية الأوراق البديلة موجودة والكل على نفس الدرجة من الجاهزية ونفس الدرجة من التركيز الكل بيحظى باهتمام فييلر وجهازه المعاون بنفس درجة الأهمية والتركيز عشان كل اللعيبة يكونوا على قدر المسئولية وقت احتياج الفريء لجهود أي واحد من النجوم الموجودين ومن القوة الضربة للنادي الأهلي في كرة القدم عشان كده بيقول ريني فييلر إننا قادرين على تعويض الغيابات ولا نعاني من أي نقص في صفوف الفريق قبل مواجهة المقص بيؤكد فييلر إن الفريق لا يعاني من أي مشكلات فنية بسبب الإصابات قبل مواجهة مصر المقص يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله وإن الجهاز الفني قادر على تعويض تلك الغيابات من خلال وجود اللاعب الكف البديل في كل مركز من مراكز الفريق أو من مراكز اللعب في ملاعب كرة القدم وأضاف المدير الفني إن التركيز منصب على مواجهة مصر المقص بعد ما أغلق الفريق معاقتا الملف الأفريقي بعد الفوز المهم بالأمس على بلاتينيوم بطل زينبابوي وأوضح فييلر إن مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم اللي بتقام في زينبابوي إن شاء الله يوم 11 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي سيتم الترتيب لها كالمعتاد الأمور الإدارية واللي بتصبق طبعا صفر بعثة النادي الأهلي إلى زينبابوي لخوض هذه المباراة كل الترتيبات الخاصة بالصفر وملاعب التدريب والإقامة والتسهيلات اللي بتكون ضرورية جدا حتى لا يتأثر الفريق ويكون تركيزه بالكامل منصب على الأمور الفنية وأمور كرة القدم نجم الدفاع سعد سمير أصيب بالفعل بقطع في وطر أكيلس ودي تصريحات للدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول في النادي الأهلي بيؤكد إنه اللعب سيحتاج للخضوع لجراحة خلال الأيام القادمة وأكد إنه سيتم بتحديد موعد عودة اللعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح اللي هيقوم بإجراء الجراحة للعب وطبعا سعد سمير الإصابة حصل زي ما حضراتكم تبعته خلال المباراة الأخيرة في دوري الأبطال وإن شاء الله يعود بقوة ويعود كمان زي يعني مستوى كسابق عهدنا به في الفترة اللي فاتت وأفضل إن شاء الله ويتعفى من إصابته ويعود بعد برنامجه الاستشفائي والعلاجي ومرحلة التأهيل والعودة للملعب ويكون إضافة لخط الدفاع وطبعا هو من الأوراق المهمة وأصحاب الخبرات الكبيرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أجاي خضع لأشعة للإطمئنان على العضلة الخلفية كان فيه شكوى عند اللاعب لم يكمل طبعا نتيجة لهذه الشكوى خرج متأثر بإصابته من المباراة الأخيرة في دوري الأبطال للأفريقي وتم تشخيص مبدأي للإصابة بإنها إجهاد في العضلة الخلفية بالفعل بيغضع للأشعة للإطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيل المناسب وإن شاء الله كمان أجاي يرجع بسرعة جدا بإذن الله ما يكونش محتاج فترة طويلة للعلاج وده يحدده الجهاز الطبي والجهاز المعالج لللاعب وإنه بالتأكيد بإجماع الأراء هو واحد من أهم مفاتيح الفوز ومن الكي بلايرز اللاعبين المؤثرين جدا في الفريق الأول في النادي الأهلي لو بيقدي الدورين حسب ما يطلب منه من الجهاز الفني وحسب رؤية الفنية لريني فييلر المدير الفني بالاستفادة بقدرات اللاعب في المركزين كصانع ألعاب أحيانا واحد من لعاب الوسط المهاجم أو من اللاعبين اللي بيقدوا كمان مهمة راس الحرب أو السترايكر في الكثير من المباريات وبيقدر يجيد في المهمتين وفي المركزين بنفس الدرجة عمار حمدي بيغادر الميران بسبب الإصابة عمار حمدي لعب الفريق الأول في النادي الأهلي غادر ميران الفريق ظهر اليوم في نهاية التدريب بسبب الإصابة في وجه القدم وخضع اللاعب للفحص الطبي عقب انتهاء الميران للاطمئنان على حالته الطبية والبدنية وأصبح من المقرر أن يطمئن الجهاز الطبي على اللاعب قبل ميران الفريق غدا وتأكد من إمكانية خوضه للتدريب وجهزيته البدنية والطبية الكاملة الأشعة بتؤكد الحمد لله من اللاعبين كمان اللي بدأوا يشاركوا بقوة وبدأوا يكتسبوا ثقة جماهير النادي الأهلي في مركز الباكليفت محمود وحيد قدر يأدي فيه أكتر من مباراة على المستويين المحلي والأفريقي بشكل أكتر من رائع وأداءه مرضي للجماهير وأصبح هو كمان من اللاعبين اللي بيمثله إضافة كبيرة في المركز ده بجانب النجم معلول اللي متقلق طبعا بإجماع الأراء طوال المواسم الماضية مع النادي الأهلي على المستويين المحلي والأفريقي الحمد لله الأشعب تؤذية محمود وحيد وإنه موجود مع الفريق خلال المباريات القادمة إن شاء الله رمضان صبحي بينتظم في البرنامج العلاجي بعد التمزق اللي تم طبعا تشخيصه في العضلة الخلفية لللاعب وبعد تقلقه الكبير على المستويين المحلي والدولي ومشاركاته مع منتخبنا الأولمبي والحالة غير المسبوقة اللي وصلها فيه بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر للمنتخبات الأولمبية الحمد لله بنطمئن على البرنامج الاستشفائي والعلاجي لللاعب اللي بيسير على أكمل وجه وإن شاء الله يتم كمان تحديد الفترة وبإذن الله يعني تكون فترة قصيرة بعدها يعود اللعب بقوة لأنه من الأوراق الرابحة وعامل مؤثر جدا من عوامل الفوز وتطوير الأداء الهجومي في الفريق رمضان صبحي طبعا بعد الخبرات اللي اكتسبها في الفترة اللي فاتت وبعد الحالة الفنية والبدنية المتميزة جدا وغير المسبوقة اللي وصلها في البطولة الدولية الأخيرة أو في كأس الأمم الأخيرة للمنتخب الأولمبيا المصري صاحب اللقب والفائز بلقب البطولة ومروان محسن بينتظم في تدريبات الكرة انتظم مروان محسن وهاجم الفريق الأول في النادي الآلي في تدريبات الكرة اليوم الأحد على ملعب التتش في الجزيرة وتعافى اللاعب من ألام الرجبة اللي اشتكى منها في الأيام الأخيرة أو في الفترة الماضية وتواجد بقوة في تدريبات الفريق أيضا شريف إكرامي خضع لتدريب بدني في الجم في النادي الأهلي على هامش مران اليوم وبيعاني شريف إكرامي طبعا الحارس المخضر من ثقة الخفيف في عضلة السمانة وعلى أثر هذه الشكوى تم تحديد البرنامج التدريبي أو تخفيف العبء التدريبي على اللاعب بما يتناسب مع شكوى حتى لا تتفاقم أو تؤدي إلى إيصابه وعشان نقدر نحافظ على جهازيته في فترة الجاية ويكون كمان من الأوراق اللي يمكن الاعتماد عليها في حراسة المرمى في أي مباراة